السلام عليكم ومرحبا بكم في دار المقاول في هذا الفيديو من مجموعة الطرس المتعلقة بالتسويق أو الماركتين هذا الفيديو سيكون مخصص لميزانية تسويق أو البودجي ماركتين إذن ما هي ميزانية تسويق؟ ميزانية تسويق هي غلاف مالي مخصص لإنجاز أنشطة تسويقية مختلفة وهنا يمكن ميزومة بين ثلاثة الأنواع دي المقاربات المقاربة الأولى هي تحديد الأنشطة ما لأخذ بعيد الاعتبار الميزانية المخصصة المقاربة الثانية هي تحديد ميزانية وفق عدد من المشاريع التي هي مبرمجة والمقاربة الثالثة هي المزج بين هذه المقاربتين الأولى والثانية وليخاصكم تعرفوا في هذا الإطار أن ميزانية تسويق تقدر تأثر بيدة عوامل لنقدروا نحدوها كما يلي أولاً لدينا دورة حيات المنتوج حسب الشركة وما نحن في مرحلة نمو ونرجى التطور إلى غير ذلك لدينا أيضاً القطع التي تموقفها وأنشطة المنافسين وش هي شريسة أو لا وأيضاً من الصورة والتموقع المقاولة لأن الميزانية خاصة تأخذ بعيد الاعتبار الصورة للشركة لكم عند المستدكين وأيضاً الرغم من المعالمات المتوقع إنجازهم وليخاصكم تعرفوا أيضاً أن الغلاف المالي المخصص للماركتين يمكن تفرق لعدة ميزانية مفصلة يعني دي سو بو جي وليمكن تشمل ميزانية الإشهار ميزانية تسويق المباشر ميزانية تشجيع المبيعات وهو مجموعة تقنيات تحفيز المبيعات المنظمة في إطار أرض محدد زمنياً وموجه للمستهلك النهائي أولاً للموزعين وأيضاً كين ميزانية التسويق الرغمي ده بغدين شوفوا شنا هي المكونات دي الميزانية من أجل إعداد ميزانية تسويق واقعية وكتماشة مع الأولويات دي المقاولة هذه الأخيرة خاصة تكون مكونة من عدة ميزانيات لنقدروا نحدوها كما يلي هناك أولاً الميزانية الشاملة وهي المخطة التوجهي واللي يحدد الرؤية الشاملة لتكلفة استراتيجية تسويق في الواقع من الضروري تحديد معالي ميزانية عامة من أجل تحديد الأهداف تسويقية للمشروع دي المقاولة وبالتالي تحديد رؤية شاملة لتخلينا نرتب الأهداف دي لنا حسب الأهمية دي لها كان هناك أيضا ميزانية تسويق المنتوج اللي تمثل الميزانية المتعلقة مباشرة بالمنتوجات أو الخدمات المسوقة ميزانية المكوين تسويقي اللي هو قصد من الغلاف المالي اللي سنوجهه لتحديد مضمون تسويق وفي أغلب الحالات كل قاو هذا النوع في المقاولات اللي تسويق المنتوج ديلها لشركات أخرى ميزانية الإشهار اللي تمكننا من استهداف زبناء مستقبليين ومن تمويل الحملات الإشهارية وكان هناك أيضا الميزانية الموجهة لصيانة العلامة التجارية وهو قدر من الميزانية العامة المخصصة للتسويق ولبناء صورة وصمع للشركة والذي يقدر يكون جد مكلف غير واحد الميزانية المخصصة لتحسين صورة المقابلة رهام مهمة جدا ذلك شعلاج الأشخاص المكلفين بهذه المشاريع يعتمنوا على تكنولوجيات حديثة كتمكنهم أنهم يبرزوا الإبداعات ديالهم وخاصنا في هذه الحالة نتأكدوا بأنه عندهم القابلية يدروا خدمة في مستوى عالي دبا نشوف أيضا الميزانية ديال التدهورات يعني لفيني مونسيال هذه الأخيرة مرتبطة خصوصا بالحجم وبالمكان ديال التدهورات دبا نشوف مختلف طرق من أجل إعداد الميزانية اللي خيثكم تعرفوه هو أنه ينبزاف ديال الطرق من أجل إعداد واحد الميزانية خاصة بالتسويق وفي هذا الإطار موسيرين كيقدروا يحدوا الميزانية إما بالاعتماد على الميزانية السابقة مع بعض الزيادة أو النقصان بالاعتماد وطبيعة حالة المبيعات أو تماشي مع الأغليفة المالية المخصصة للماركتين من طرف المنافسين ديالها أو إلى غير ذلك من الطرق وبصفة عامة أهم الطرق من أجل إعداد واحد الميزانية هي كالتالي أولا ميزانية حسب نسبة من رقم المعاملات ديال الشركة المبدأ هو أننا نأخذ واحد نسبة من رقم المعاملات وندروها جنانيبا يعني لكي تشكل إنغزاء إنغزاء كتمكن المقاولة أنها تمو الأنشطة ديالها في حالة إلى نقص المبيعات من بعد كتجي واحد الميزانية حسب الأنشطة ديال الشركة واللي كتتحسب وفقة تكلفة كل نشاط على حدة وكيتعلق الأمر بأحسن طريقة من اللي كنبغيو نبينو العلاقة بالأرباح وخلق القيمة المضافة وهنا خاصة نقدم واحد الميزانية واقعية اللي كتتماشى مع مردودية الاستثمار وكين هناك أيضا ميزانية موضوع حسب السوق والمنافسين يعني سلون لبخاتي كدو مغشي إدلا كونكورنس وهذا الأخيرة كتتحسب وفق ذلك الشيء اللي واقع في السوق واللي كي يعتمدوه المنافسين واللي كتمكننا من تماشى مع عدد القطاع خصوصا إلا كانوا عندنا الإمكانية اللازمة دابا غدي نشوفو أهمية مراقبة الميزانية مراقبة ميزانية تسويق كتنباني على المراقبة طول العام ديال الأرقام المنجزة في المدى القريب ومقارنتها مع التوقعات اللي كنا دايرين هذه المقارنة كتخلينا نحددو لذكا يعني الفوارق وتحديد العوامل وراءها ومن أجل التأكد من جودة وحسن المراقبة ديال الميزانية خاص الملخص يكون بجودة عالية باش تعطيه المسؤولين القابلية من أجل تحديد الفوارق واستخلاص النتائج اللي يمكن تخلينا ندروا الإصلاحات الأساسية وبالتالي يمكننا نقول أن مراقبة الميزانية كتمكننا من تتبع دائم للميزانية مقارنة المنجز مع ما كنا نهدفه باش نحقوه تأمين واحد سرعة والفعالية في الإنجاز واقتراح قرارات صحية من أجل الوصول للهدف ديالنا إذن كملخص لهذا الفيديو شفنا أن إنجاز واحد الميزانية خاصة بالتصويق أو الماركتين كتشكل واحد المرحلة مهمة من أجل إنجاز استراتيجية ديالتصويق في الواقع حساب الكلفة ديال هاد الميزانية كتحتاج لدقة عالية في المرحلة ديالتحديد مختلف الكلفات المباشرة والغير المباشرة وبرمجتها في الميزانية وشفنا أيضا أن ميزانية التصويق يمكن لها تحدد وفق عدة أوجه رأيي ونقدروا أن نقسمها لعدة ميزانيات يعني ديسو بوجي أما فيما يخص المكونات فهم كاملين مهمين وكل واحدة كتجاوب على نقطة محددة بحل الميزانية العامة الميزانية الخاصة بالمنتوج أو الإشهار بدون نسيان الميزانية المتعلقة بتحسين الصورة ديال المقاولة وميزانية المتعلقة بتظاهرات تقافية إلى غير ذلك فيما يخص تحضير الميزانية المتعلقة بتصويق فكن يوجد عدة منهاجيات بحل الميزانية بالنسبة لرقم المعاملات أو بالنسبة لنوع النشاط ديالنا أو بالنسبة للمنافسين ديالنا إلى غير ذلك وأخيرا مراقبة الميزانية كتشكل أيضا واحد مرحلة مهمة من بعد وضع الميزانية أهمية ديال هاد المرحلة كتكمن في أنها كتمكننا بالمقارنة ما بين الإنجازات والأهداف اللي برمجناها في البداية وبالتالي اقتراح الإجراءات الصحيحية لتصحيح الفوارق بهذا كنكون وصلنا لهاية ديال هاد الفيديو كنشكركم على تتبعكم لنا موعدنا على البلاتفورم دار المقاول باش نتواصلوا معكم ونجاوبوا على التساؤل ديالكم عبر تشاد كما يمكن لكم تجاوبوا على الكويز وإلى اللقاء مع فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر